الله يصبحكم بالخير مشاهدينا وصلنا لآخر فقراتنا لليوم نحن نحكي عن قرية أحفاد يونس بجوار بلدة العزرية وفوق تلة وأرض بيهددها أيضاً سرطان الاستطان أقام قبل أيام عشرات من الشباب والشابات أيضاً حي الفلسطيني هو أحفاد يونس أحفاد يونس بعد باب الشمس والكرامة وصمود القدس تأتي قرية أخرى روح جديدة محاولة تصدي للاحتلال وتأتي هذه البيوت ضمن الحديث عن قرى وأيضاً مدن تقام داخل فلسطين وهي من باب التحدي والصمود أمام قوات الاحتلال فادي الشواهين أحد الناشطين أيضاً في المنطقة وبالإضافة كان هناك أحد سكان قرية أحفاد يونس صباح الخير وأهلاً صباح الورد أهلاً فيك بداية وقبل ما نبدأ الحديث عن هذا الموضوع وتفاصيل أكثر من فادي دعينا نزور قرية أحفاد يونس نعم أحفاد يونس قرية فلسطينية أقام عشبان فلسطينيين على مشارف بلدة العزرية المقدسية كامتداد لقرية باب الشمس التي دمرتها قوات الجيش الإسرائيلي بعد أيام قليلة من بنائها وكما حصل في باب الشمس حصل في أبناء يونس التي هدمها جنود الاحتلال في جنح الظلام واعتقلوا بعض ساكنيها المنطقة التي قيمت فيها القرية هي من مناطق الإيوان التي يسعى الاحتلال إلى استغلالها في بناء مستوطناته خاصة في المناطق القريبة من القدس الإسرائيليون يريدون أن يحافظوا على سيطرتهم على الأراضي التي صدرت بالقوة والاستناد إلى السلطة الغاشمة للاحتلال والتي يريدون تخصيصها من أجل البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات خصوصا في هذه المنطقة الاستراتيجية التي يراد من خلالها أن يتم الربط ما بين القدس الغربية وما بين معالية أدوميم من أجل فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتعتبر أبناء يونس واحدة من مجموعة قرى شرع شبان فلسطينيين إلى بنائها في إطار حملة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ورغم القمع والاعتقالات التي طالت سكان القرى السابقة وسكان قرية أبناء يونس فشبان مصرون على الاستمرار في هذا النهج الذي أثبت جدواه في إبراز وحشية الاحتلال في التعامل مع هذه القرى الفلسطينية مهما حاول الاحتلال أن يقمع ويقتل من أبناء الشعب الفلسطيني لكن لا يمكن أن ينتزع الشعب بالكامل من حقه في النضار والمقاومة ضد الاحتلال المقاومة الشعبية أثبتت نجاحة في الانتفاضة الأولى ولنا تجارب تاريخية كفلسطينيين في عام 1936 على طول مدار الاحتلال ونحن نعتبر أن التاريخ الفلسطيني حافل بالنضار والمقاومة تحقيق الإنجازات ولكن حتى يتحقق الإنجاز الحقيقي لإنهاء الاحتلال لابد أن يتكون لنا قيادة وطنية موحدة واستراتيجية كفاحية موحدة ربما استطاع الاحتلال أن يهدم باب الشمس وأبناء يونس في ضواح القدس لكنه بالتأكيد لن يستطيع أن يمس الانتماء وحب القدس والوطن في داخل كل فلسطيني لسان حاله يقول يا قدس يا مدينتي يا قدس يا حبيبتي غداً غداً سيظهر الليمون ويرجع الأطفال يلعبون ويلتقي الآباء والبنون يا بلدي يا بلد السلام والزيتون نور الدين مرزوق الفلسطينية فلنرفع القبة على نور الدين مرزوق وعلى هاي الكلمات عاشق القدس صحيح صحيح شكراً أكيد نور على هذا التقرير وأيضاً يعني بسعدنا يكون معنا فادي من داخل الستوديو نسمع أكثر تفاصيل عن ما حصل بقرية أحفاد يونس هي تجربة شبابية انطلقت بالأساس من جامعة القدس أبوديس ولكن تحدثنا عن آخر الأحداث ماذا حصل وقت المداهمة في ساعات متأخرة من الليل صحيح المداهمة تمت ساعة ثلاث ونص فجراً يعني كانت الليلة الخامسة وأربع أيام من المكوث في حي أحفاد يونس بدأت القوات بالاحتشاد في المنطقة المحيطة خمسين أو ستين مركبة عسكرية تمت الحاطة بالمنطقة بعدها توجهوا بجموعة تتعدى الخمسمائة عسكري هذه الحالة أثارت نوع من الضحك الهستيري لدى الموجودين الموزوج بالألم لأن النتيجة معروفة أننا سنغادر الحي الذي امتزجت فيه الذكريات جميلة جداً وهي تجربة رائعة كانت للناشطين فتم توجه الجموع العسكريين المدججين بأعتى أنواع الأسلحة وقام قائد المنطقة بإبلاغنا أن المنطقة عسكرية مغلقة وعلينا إخلاءها خلال خمس دقائق بعد ذلك تمت المداهمة وتم إخلاؤنا فرد فرد بحيث أن كل شخص خمس أو ست عسكريين قاموا بسحبهم بين الجموع الموجودين نعم وكانت أعداد كبيرة من قبل قوات الاحتلال داهمة القرية تتعدى ما اسمه 600 عسكري تقريباً نعم طيب اعتدوا عليكم تم ضربك أو له بس مجرد اعتقال اعتداء لفظي وتم الاعتداء أثناء عملية السحب وبعض الأخوان الذين تمترسوا بالأرض يعني كالأخ سامي أبو غاليا والذي تم اعتقاله أيضاً تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح في جميع أماكن جسده مأثره خلف آثار رضود وفي احتمال كسر خفيف في ساقه الأيسر الأخت فاطمة أبو الرب اللي اعتقلت أيضاً وتم إخلاء سبيلها بالأمس تم الاعتداء عليها بالإضافة للاعتداء أثناء عملية السحب والاعتداء اللفظي وما أثر ما يخلفوا من آثار فذي إيش صورة التلة اللي كانت عليها قرية أحفاد يونس الآن يعني حقيقة التلة خراب حالياً يعني بعدما كانت عامرة بملامح الحياة بعد تواجد الشباب والمشاركين فيها ورفع العلم الفلسطيني وكان علم ضخم بتلة مشرفة في الطريق الواصل ما بين معلاء دميم ومنطقة جنوب شرق القدس العزرية وأوديس وإضافة لمجموعة الخيام وملاهي للأطفال وتم الشروع ببناء منزل فلسطيني من الحجر والطين وأكواترات فلسطينة وزرع نباتات الصبر والزيتون التي هي دليل على الوجود الفلسطيني في نفس لحظة الإخلاء توجهت المركبات العسكرية وقمت بهدم جميع معالم القرية من أين جاءت الفكرة وهل ستكرر مجموعة الشباب الناشطين إقامة قرى جديدة في مناطق فلسطينية أصلا هي محتلة تعرف أن كل فلسطين محتلة ولكن هناك بعض المناطق يمنع على الفلسطينيين من حملة بطاقة الضفة الغربية وقطاع غزة وهي مقسمة لاحتلال قسم الفلسطينيين فهل ستكررون التجربة؟ حقيقة التجربة كنوع هي إحدى وسائل الإبداعية في المقاومة الشعبية الممارسة حاليا والتي هي محل إجماع واتفاق من جميع فصائل العمل الوطني مما أعطى المشاركات بهذا النوع زخم وحيوية أكبر وفاعلية أعلى وتتناسب أسليب المقاومة الشعبية مع الحدث ذاته فاقترنت القرية بوجود وزيارة الرئيس الأمريكي أوباما الذي هو بحد ذاته معطل لعملية السلام ومعطل لجميع القرارات لإدانة الإستيطان الذي يعطل بشكل فعل لعملية السلام الإستيطان حاليا وبالفيتو الأمريكي فاقترنا ذلك بإقامة الحي لتسليط الضوء على الإستيطان والممارسات الإسرائيلية والدور الأمريكي الراعي لهذه الممارسات رفعتم لافتات تندد بزيارة أوباما نعم انطلقت الفعالية بذاتا من جامعة القدس لزيارة أوباما رافضة له لزيارة الجامعة الإبرية بحكم أن جامعة القدس هي الجامعة التعليمية الوحيدة الموجودة فيها وزيارة الأراضي الفلسطينية تكون في العاصمة والمؤسسة التعليمية الأقدر على استضافة أوباما في حال الزيارة لهو تثبيت أركان الدولة في العاصمة في جامعة القدس هكذا جاءت طبيعة الدعوة بداية والتنديد بالزيارة وبالدور الأمريكي فجاءت الفكرة استكمالا لباب الشمس وتسمية أحفاد يونس هي من ضمن السرد الموجود داخل رواية باب الشمس للكاتب الياس خوري بعد هدم القرية فتم إقامة أحفاد يونس بقرية باب الشمس من جديد ومن هنا جاءت التسمية نوية أصبحت في أكثر من مكان في القدس في نابلس في الخليل في يقطة مناطق كثيرة ولكن كل هذه القرى رند تم الاعتداء عليها وأيضا هدمت صحيح فادي تحكي لنا أكثر عن تجربتك أنت الشخصية أنت ليش في الأساس شراكت في أحفاد وإيش بتحس أحفاد يونس وأيضا إيش بالإضافة بالنسبة لإلك يعني كشاب فادي هل بتفكر أنه أنت تكون في مشاركات أخرى هل بتفكر أنه هاي الطريقة إيجابية للوصول لأهداف معينة لإلك بشكل شخصي أنا بالنسبة إلي يعني تمتزجة الخبرة بالإصرار الموجود عندي بالأساس لمشاركة بأي فعالية إلها علاقة بإدانة الممارسات الإسرائيلية وبحكم موازين القوى المغللات التي ليست بصالح الفلسطينيين للآن فنحن مع جميع التجارب الإبداعية التي تسلط الضوء على الممارسات الإسرائيلية بشكل أكبر إعلاميا وتسلط الضوء على المنطقة بحكم أن الإعلام لا يستطيع تسليط الضوء على الممارسات بعينها فكانت مثلا ممائي ون وهي منطقة يعني الخراب الهائل أذن ستحصله حالة إقامتها وهي ستصل باب الأصباط برورا بالعسوية والطور وصولا إلى معالي أدوميم وبالتالي وصل معالي أدوميم بالكامل بالقدس وقطع شمال الضفة عن جنوبها وهذا بالتالي تهديد كبير للدولة الفلسطينية ومستقبلها ومن هنا جاءت هذه الأفكار لتسلط الضوء أكثر وأكثر إعلاميا وقد جاءت تجربة أيضا بالتجربة الشخصية الذاتية حيث أننا عشنا شعور التهجير وعشنا شعور الأجداد في نكبة الثمانية واربعين والنكسة سبعة وستين في التهجير وما لاحقه وتبعه من أحداث وشعرنا بالفعل بمرارة التهجير والحلين العالي للوطن فدي خليني أسأل هون عن الشباب ذكورا وإناثا كانوا موجودين بأحفاد يونس بالقرية التي تم هدمها الإصرار العزيمة بالإضافة أيضا إلى التحدي كيف لمستم أنتم كشباب هذا العامل عند سكان أحفاد يونس هل كان في هناك مثلا خوف آه والله هلأ رايحين يجي يعتقلونا هلأ رايحان ممكن أنه يعني يعتدوا علينا بالضرب أم أنه كان في هناك فعلا عزيمة وإصرار وتحدي عند جميع الشباب المشاركين في بناء قرية أحفاد يونس نظرا اليوم للنوع الاجتماعي الذي ذكرته بذكور وإناث فالعزيمة والإصرار لدى الأخوات كانت أعلى وأجبر بكثير كثير من الإخوان ولحظنا أن هنا أيضا بعثنا روح عزيمة عالية داخل الشباب بموارساتهن والضحكات العالية التي تدل على صمود الفلسطينيات ودورها البارز وكانت الأخت فاطمة أبو الروب مثال عالي حيث أنها عند محاولة مسكها قامت بالاعتداء على جندي إسرائيلي لذلك العفة والكرامة الفلسطينية التي تعيشها الفتاة وكان جميع الموجودين يعيشون حالة نضالية عالية من الفرح والشعور بالمواطنة أكبر وأكبر مما تتخيل واستقبلوا الجيش الإسرائيلي المدجج بأعتد الأسلحة بعزيمة عالية جدا وشعور عالي بالوطنية إلى أكثر مما تتخيل وهي تجربة جدا ومن يشارك ولو لنصف ساعة تأكيدا سيروي الرواية للجميع وسيتكون للمشاركة أكبر وأعلى فدي سؤالي الأخير لك في البداية ذكرت أنه هي وأساس الفكرة وأفكار المختلفة التي تأتي عن طريق القرى سواء باب الشمس الكرامة وأيضا أحفاد يونس هي لمنع التمدد الاستطاني الموجود هي نشاط وكان لمدة ثلاثة أيام وكان في مداهمة من قبل جيش الاحتلال وهدم المنازل هل في عندكم إصرار أيضا لاستكمال للعودة إلى نفس المنطقة أم هي مجرد لربما تكون ظاهرة بتنسلط الضوء والإعلام على هذه المنطقة من ثم الذهاب الموضوع أعمق من أن يكونه عبارة عن شوء إعلامي وممارس بالطريقة التي ممكن أن يروجها فعل هذا بينكم رح ترجعوا؟ سنعود مرة أخرى وأخرى وأخرى وسنسلط الضوء أكبر وأكبر وسيكون هناك أفكار إبداعية أكثر وفي أكثر من مكان تتناسب مع الحدث وطبيعة الحالة الفلسطينية المعاشرة ولكن هذا يهدد حياتكم ربما يتم اعتقالكم كلنا للوطن فداء شكرا شكرا فادي الشواهين أحد الناشطين وأحد سكان قرية أحفاد يونس شرفتنا اليوم بالاستوديو وإن شاء الله نتمنى لكم دائما وأبدا السلامة شكرا على الاستضافة والدور العالي المتمارسو شكرا لك وأكيد كمان تحياتنا لكل سكان أحفاد يونس فيك بيكون وصلنا كمان إحنا لختام حلقتنا لهذا اليوم أكيد منتقي فيكم بنفس الموعد بكرة من الساعة 9 إلى الساعة 11 بفقرات وموضوعات وملفات جديدة لا تنسوا تتابعوا صفحة الفيسبوك وإن كان هناك أي اقتراحات وعلى فكرة الفقرات اللي دائما خلال الأيام اللي مضت كان هناك اقتراحات من متابعين ومشاهدين على صفحة الفيسبوك فالفيسبوك وإن كان هناك اقتراح تفضلوا فيه يعني بعد الحلقة داك تعدي فيسبوك 10 مرات هاي من كتر من أقت علي عشان هيك نذكر بس باسم الصفحة صفحتنا هي الله يصبحكم بالخير سلاش قناة الفلسطينية أو قناة الفلسطينية أيضا صفحة خاصة بالقناة دائما ساعدين بقراءكم وقترحاتكم وأيضا تعليقاتكم أكيد نتمنى انهاركم يكون سعيد وإن الله يصبحكم بالخير دائما وأبدا سبع الخير يا ظريفة طول وقتها كلك رايح على الغربي وبلادك أحسن لك خايف يا ظريفة تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنساني أنا يا ظريفة طول يا سنة ضحوك ياللي ربي في دلالة ومضربك يا ظريفة طول يوم رغربك شعر راسي شعر والظهر الحار